اشتركوا في القناة تنفيذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين في نقل الحجاج القطريين وجاءت الإجراءة بعد قبول قيادة السعودية وصاطة سمو الشيخ عبدالله بن علي الثاني ونبهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن قطر تمارس بهذا المنع انتهاكا خطيرا وفادحا في حق مواطنيها في ممارسة شعائر الدينية وأهمها الحج ودعت المنظمة إلى مناقشة الانتهاك القطري بجلسات مجلس حقوق الإنسان بدورته المقبلة